برضو فرط التغذية ده يؤدي الى السمنة والسمنة من الامراض الشائعة جدا والشهيرة جدا اللي احنا اذا كنا هنطلق على السمنة اذا اطلقنا على السكري وابو الامراض فان السمنة هي ام الامراض وناهيك عن السبب الرئيسي في السمنة اضطرابات التغذية اللي هي الوجبات السريعة بالتحديد واختياراتنا الخاطئة في تغذية اطفالنا يمكن انا انا هحتاج منك دقيقتين تلاتة كده عشان اتكلم على الوجبات السريعة دي لان هي دي تعتبر مركز البلاء للأسف في جميع امراض التغذية بتاعتنا فاذا حبيتنا يعني الوجبات السريعة انتشرت جدا جدا في العالم وللأسف الشديد عشان تقوم معلومة مهمة للجميع الوجبات السريعة هي ليست الوجبات اللي بتقدم في المطاعم بس لان للأسف احنا في بيوتنا كمان دلوقتي بقت وجبات سريعة ايه اعرف ازاي يعني ايه وجبة سريعة دي كلنا بنتدول الكلمة دي ونحناش عارفين يعني ايه وجبة سريعة هالوجبة سريعة دي انا باخدها بسرعة مثلا يعني هالوجبة السريعة اللي بتتعمل بسرعة لا الوجبة السريعة هي الوجبة اللي بتفدي فيها كالورز عالية قوي وقيمة غزائية متدنية اي وجبة فيها كالورز زيادة وقيمة غزائية متدينة متدنية فهي وجبة سريعة الوجبات السريعة ديت لها اضرار بتعمل تلات حاجات رئيسية والثلاثة أسوأ منبع أول حاجة ضرر شديد بالجسم ونحكلم على التفاصيل دي ضروري جدا جدا نمرة اثنين بتقوم مصحوبة بنقص في المواد الغذائية الأساسية للطفل المحتاج وبالتالي مش هيكون فيه نموه عقلي كما ينبغي نموه جسدي كما ينبغي نموه سلوكي كما ينبغي نمرة ثلاثة المريض بالوجبات الغذائية وأنا بقول المريض لأن الوجبات السريعة دي إدمان والمدمن على الوجبات السريعة هو مريض ويستهل أنه يتعالج الوجبات السريعة دي بتؤدي إلى شعور بالجوع الطفل بعدما بياخد الوجبات السريعة أو الشخص الكبير حتى بعدما بياخد الوجبات السريعة دي بعدها بساعتين ثلاثة بيجوع بيجوع ليه يا مليانة سكر وقليلة في الألياف السكر اللي موجود ده بيعلي سكر الدم مرة واحدة بيطلع إنسولين كتير يخفى السكر الدم مرة واحدة يوم يشعر بالجوع طبعا لما يشعر الجوع بيرجع يأكل بقى وجبة صحية لا لأن الوجبات السريعة دي بوزت إحساسه بالأطعمة الأخرى زي ما هقول الكلام ده بعد شوية صغيرة فأصبح عايز يأكل ويرجع تاني الوجبات السريعة تاني يوقع بتدخله في دائرة مغلقة تعالى بقى ناقش ليه الوجبات السريعة ضر كل الناس بتتكلم كتقولك الوجبات السريعة ضر الوجبات السريعة وحشة وتلاقي فيه ناس كتير مدفعين عنه يقولوا لا هي ليست بهذا الضرر تعالى ناقشها بصورة موضوعية وصورة علمية هي الوجبات السريعة عبارة عن ايه عبارة نمرة واحد عن مكون رئيسي المكون الرئيسي فيها ايه يأما دجاج يأما لحوم يأما معجنات اليادي أبيض مش كده ليها البيتزات والحاجات المكون الرئيسي ده بداية فيه شك انت منتاج عارف الدجاج ولا الحيوانات دي خدت كورتزين ولا لا خدت مواد معدلة إوراسية ولا لا خدت هرمونات ولا لا كب تاكل عظام ولا لا كب تاكل روس ولا لا مش كده دي نقطة فيها شك طيب خلينا احنا نفترض جدلا حسن النية ان المكون الرئيسي ده مفيش فيه شك وخلينا احنا نخلي النية الحسنة من عندنا احنا جايبين دجاج وجايبين لحوم عشرة على عشرة مفيش فيه اي خلافة طيب المكون الاساس ده معمول بايه مألف الزيت اي زيت اللي ألينه فيه اسوأ اللي هي الدهون المشبعة المهدرجة اسوأ ما يمكن تديل طفلك كده اللي احنا بنسميها الترانسفات الترانسفات دوت لما بيخش جوه الجسم بيعمل مادة صمغية المادة الصموية دي بتلزق على جدار الاوعاء الدموية تعمل أثرسكيلوروزيس تعمل تصلب الشرين وامراض القلب وتترسب على جدار الامعاء تعمل تسرب وتسريب في الامعاء تعمل امراض تحسسية امراض مناعية وفي الاخر خالص والعياز بالله تنتهي بسرطان القوله ده المكون الاساسي اللي مألي في الزيت استنى القصة لسه مخلصتش المكون الاساسي اللي مألي في الزيت السيء ده محطوط عليه ايه بقى؟ محطوط عليه ملح صيني كارثة عظمة حقول عليها حالا محطوط عليه ملح عادي بكميات كبيرة يعمل يحبس مياه داخل الجسم يرفع الضغط يبوز الكلا يبوز القلب بعد كده محطوط عليه شراب الدرة على الفراكتوز محطوط عليه صص الصص ده عبر عن صوية وعليها استروجين وعليها شراب الفراكتوز على الدرة تعالى شوف بقى المكون الرئيسي هي دي الخلطة دي مش اسمها الخلطة السرية للأسف او الخلطة السحرية يعني ندر نسميها الخلطة السمية مكون رئيسي فيه شك حتى بعض الناس يقول لك كده هاتي الوجبات السريعة دي وحط قطعة اللحمة وقطعة الدجاج برا التلاجة واسبها يومين هتلاقيها بقت كويسة ما زالت كويسة ازاي دي دي لحمة طبيعية كده طيب خلينا المكون الرئيسي لا غبار عليه طب الزيت اللي مقلي فيه طب الملح الصيني طب الملح الكتير اللي محتوط عليه طب السكر العالي جدا اللي محتوط فيه طب الصوس اللي محتوط فيه الصوس ده مليان استروجن بالمناسبة مش سكر بس عشان كده تلاقي كتير من الشباب الصغيرين الأولاد عندهم التثدي وكتير من البنات بيقع الاستروجن عندهم عالي أو يخصون اللي بيأكلوا كتير صوسات زي كده وعشان كده انتشر في الفترة الأخيرة صلاطنات السادي والعزب الله وصلتنات عنه الخرح. تعال بقى للكارثة العظمى اللي في الاضافة دي اللي هو الملح الصيني. الملح الصيني اسمه مونو سوديام جلوتاميت. انا حرصت ان اقول اسمه بالانجليزي ليه? عشان اقولك ان الجلوتاميت ده دي مادة كيميائية موجودة في المخ اساسا بصفة بصفة طبيعية. الملح الصيني ده لما بيخش الجسم بيروح فين مكانين اتنين. بيروح لخلايا التزوق اللي في اللسان. و بيروح للمخ. طب خلايا التزوق اللي في اللسان بيتفاعل مع خلايا التزوق دي ويطلع ابروتيجني يبوز بقييد خلايا التزوق اللي بتتزوق الأطعمة لأخرى. كلنا عارفين ان انواع التزوق اربعة. اللي هو الطعم السكري. طعم الملح. طعم المر. الطعم اللازع. مش كده؟ اللي هو سويتي وصلتي وثوار وبيتر. الملح الصيني الده طعم خامس. بيسموه امامي تست. طعم امامي. ايه الامامي تست ده اللي هو بيقوله عليه طعم الشربة. فاصبح انت لما تاخد الملح الصيني دوت تفاعل مع التستباد بتاعتك اللي هي الخلايا التزوق اللي عندك وطلع بروتين يدمر احساسك بالتزوقات الاخرى. لانك مش مستطعم بالسكر اوي لو كمياته زادت. اه لو كمياته زادت. مش مستطعم بالملح اوي لو كمياته زادت. انه مستطعم بايه? مستطعم بالملح الصيني ده. طب ده تأثيره على التستباد. تأثيره المرحلي على اللسان. طب تأثيره على المخ ايه? على المخ له تأثيرين. تأثير حاد وتأثير تراكمي التأثير الحاد غالبا بيكون مرتبط بالكمية أو مرتبط بالتحسس له والتأثير التراكمي ده الأخطر في الموضوع التأثير التراكمي يؤدي إلى القات يؤدي إلى خلل في الزكرة يؤدي إلى خلل في التفكير التحليلي الإبداعي يؤدي إلى خلل في الانتباه يعني ببساطة شديدة الاكثار من الملح الصيني المونو صوديام جلوتاميت هذا ينتهي بنا إلى البلاها وإلى سوء الزكرة هناك أبحاث قالت هناك ارتباط ما بين الملح الصيني بالكميات الكبيرة وأمراض الزهايمر وأمراض الشلال الرعيش طب ده كرسة سودا مش كده طب واحد يقول لي منظمة الصحة العالمية قالت أنه هو آمن منظمة الصحة العالمية قالت أنه هو آمن بكميات صغيرة وكل المنظمات العالمية الأمريكا دياتري أسوسياشنز ومنظمة الصحة العالمية قالت أن الملح الصيني غير مستحب أنه يتخذ نهائيا في السنة الأولى من العمر الملح الصيني بعد السنة الأولى من العمر الجرعة المناسبة لا تتعدى نص جرام في اليوم مين بالله عليكم بقى بيتعدى بيقدر يحسب الملح الصيني اللي في الأكل بتاعه يشوف نص جرام في اليوم ولما اجا اقول ان الملح الصيني لا يؤخذ في السنة الأولى من العمر معنى الكلام ده ايه؟ انه لا يؤخذ للست الحامل مين ست حامل عندنا وبتاخدش ملح الصيني في أكلها؟ الملح الصيني داخل في ايه؟ الملح الصيني بتحط على البطاطس بتحط في كل اللحوم المصنعة الملح الصيني بتحطه على الشيفسي الملح الصيني بتبعه في السور ماركت كملح ساير كده بنحط احنا منه كميات زي ما احنا عايزين حسب الطعم اللي انا عايزه فالملح الصيني متغلغل في كل حتة وفي كل مناحي الحياة عندنا للأسف الشديد كل دوت انا بتكلم عن الوجبة مكونات الوجبة يوم مكون رئيسي سيء معمول في زيت سيء متضاف عليه ملح صيني اسوء ما يكون متضاف عليه ملح كتير متضاف عليه شراب الفراكتوز شراب الدور عالي الفراكتوز ده لوحده كارثة عظمة لوحده شراب الفراكتوز عالي الفراكتوز اللي بيتاخذ في شراب الدور عالي الفراكتوز غير الفراكتوز اللي في الفاكهة نهائيا ده الكبد الوحيد اللي بيقدر يتعمل معاه وياخد الفراكتوز بالكيميات المهولة دي حاولها الى دهون تقوم تعمل تدهن في الكبد بمرور الوقت شح الدهون دي بتطلع بعد كده تنطلق في الدورات الدموية تقوم تترصب على جدار الشرحين والأوعاد دموي وبعد كده تروح تعمل لنا سمنة وتترصب حولينا البطن وحولين الأردف فده شراب الفراكتوز شراب الدور على الفراكتوز هل الواجبة الواجبة السريعة خلصت على كده؟ لا الواجبة السريعة دي بتقدم مع إيه؟ بتقدم مع بطاطس أصابع البطاطس المقرمشة الحلوة اللي عليها مل حسينة بتقدم مع إيه؟ مع مشروب ما شاء الله كده مشروب غازي قد كده مليان شراب الدور على الفراكتوز ومليان سكر فيه إحصائية بتقول إيه إحنا بس مش لخبطنا المكونات وحطينا مكونات سيئة الكميات تلخبطت المعلومة الصادمة بتقول إيه بتقول طبق العشا خلال الخمسين سنة اللي فاتت زاد ستة وتلاتين في المية حجما المج اللي كنت بتشرف فيه القهوة بتاعتك أو بتشرف فيه الشاي بتاعك المج المتداول دلوقتي تمانية قز قبل كده كاننا اربعة يعني المج بقى الضعف يعني أنا مش بس بديك سميات لا أنا بديك سميات بكميات كافية ما شاء الله بعدما بتخلص ساعتك الوجبة دي بالإضافات اللي حواليها بتحول تحلي تحلي بإيه بقى سوس الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة سكر عالي جدا ما شاء الله مكسبات طعم عالية جدا ما شاء الله مكسبات رائحة عالية جدا كل دي أضرار مهولة على المدى المعين وعلى المستوى التراكمي بتؤدي إلى أضرار بالغة إذا ما قدتش إلى أضرار بالغة بالوزن لاحظت أنه قدامي كاسمنا وتؤدي أضرار بالغة بالنحية العقلية وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في كتير من الأطفال